الاضطراب السياسي الحاصل والمستمر في العراق جاء على كل شيء في البلاد وأثر بشكل مباشر على كل القطاعات من ضمنها القطاع النفطي حيث حذر تقرير أمريكي نشره موقع أويل برايس من تراجع صادرات النفط العراقي بسبب الاضطرابات السياسية المتصاعدة لافتا إلى أن الاحتجاجات قد تؤدي إلى حذف مليون برميل في اليوم محذرا من أن النفط الخام يعد مزرا حيويا مهما لاقتصاد العراق ويمثل نسبة 90% من دخل البلاد وأن ذلك يهدد مستقبل البلاد تقرير أويل برايس أشار إلى أن العراق شهد خلال الأسابيع الأخيرة أسوأ موجة عنف سياسي منذ عام 2019 تزايدت خلال أحدة الصراع بين أحزاب ومليشيات تابعة لقوى سياسية متنافسة على السلطة موضحا أن الصراع بين الصدر والإطار التنسيقي يسعى للسحواذ على الجزء الأكبر من ثروة البلاد النفطية وهيمنة سياسية أيضا وأفاد التقرير بأن صناعة النفطية العراقية وبينما بقيت غير متأثرة على نحو كبير من حالات اضطراب سياسي سابقة فأن التصعيد الأخير الذي شهد عنفا من شهنه أن يضع هذا القطاع تحت التهديد وهو ذات التحذير الذي تحدث عنه مدير مجموعة رابيدان أنروجي للطاقة فرناندو فيريرا عن الوضع الذي يمر به العراق قائلا إن الجو السياسي الحالي ملتهب بشكل استثنائي ويشكل خطرا كبيرا على القطاع النفطي موقع أول برايس أشار إلى أن هناك أسباب أخرى قد تؤثر على قطاع صناعة النفط في العراق مع مخاوف من أن قلة الاستثمار في قطاع النفط قد تؤدي إلى نقص بمعدلة الانتاج إلى النصف الناجم عن جفاف الآبار والحاجة لتنقيبات أكثر في المنطقة وختم موقع أول برايس تقريره من أن الجمع ما بين الطراب الوضع السياسي للبلد والصراع حول موارده الاقتصادية قد تضع قطاع صناعة النفطية للعراق في وضع خطير ومتقلب هي إذن أزمة اقتصادية تلوح بالأفق ستضرب أهم مورد يعتمد عليه العراق في اقتصاده وهو النفط لإضاف ذلك إلى عديد الأزمات الأمنية والسياسية والخدمية التي أصبحت مزمنة ومتفاقمة منذ عام 2003 وإلى الآن ترجمة نانسي قنقر